من جانبه يعرب الصحفي الرياضي علي نوري عن شجبه لقرارات اتحاد كرة القدم لتجديد منع قناة الرشيد من تغطية الأحداث الرياضية المحلية مشيراً لأن هذه السياسة الفردية ليست جديدة على الصحفين خليني أسجل شجبي واستنكاري وإدانتي لمثل هذه القرارات التعسفية البالونية الدكتاتورية الفردية سمها بما شئت من مفردات يحاول البعض وليس الكل في اتحاد الكرة لأن أنا متيقن كل اليقين بأن هذا القرار صدر بشكل فردي وليس بشكل جماعي من اتحاد الكرة حسب ما وصلني بالتحديد وربما تكون هذه المعلومة صادقة تماماً أو بها بعض الإشكالات لكن أن يعمل اتحاد الكرة بهذه السياسة القديمة الجديدة التي ليس إي وليدة اليوم فهذا بالنسبة لي على أقل تقدير ليس محط استغراب بتاكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر